والحقيقة أنه حضرتك يعني اخترت شخصية عالمية بتجمع صفات كتيرة جداً بتجمع عناصر مهمة جداً 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 يمكن تكون كانت السبب في نجاحها حضرتك أكيد عاشق الألباتشينو طبعاً أكيد يعني إلا ما كنتش قررت القرار ده أنت لسه أعلمين ما يحبش ألباتشينو حقيقي وأكيد ابتدت منين عشان تكتب عن ألباتشينو يعني ده حاجة كبيرة قوي يعني ألباتشينو إحنا حتى عشان نتكلم عنه ده كان محتاج موضافة وذكر كتير وقراية كتير ألباتشينو علامة كبيرة قوي علامة من علامات هولوود وعلامة من علامات السينما المميزة هو ده بالضبط اللي حصل يعني أنا من صغري أساساً من بدايات التلفزيون في مصر كنت مخطوف بشكل أو بآخر لهذا الممثل يعني لغاية ما في فترة من الفترات يعني ابتدت رحلة الكتاب تحديداً من كتاب أنا كنت قريته هو عن مذاكرات ألفريد هيتشيكوك أنا أعجبت جداً بالطريقة اللي اتعرض بها الكتاب هو كان عبارة عن حوارات أجرها معا صحفي معي أنا مش فاكر اسمه بالضبط فشديني جداً الحوار لغاية ما في مرة كمان برضو بقرأ أحد الحوارات مع ألباتشينو كان بيعملوا معا مخرج من المخرجين اللي اشتغلوا معايا ففي جزء من الحوار هو بيحكي عن أنه لو كان موسيقي وحبي يعمل دور عن حياة موتسرت فهو كفاية عليه أن هو يقعد معا ست شهور يتفرغ فيهم تماماً ينقطع فيهم عن العالم هو اللي بيقول كده ينقطع فيهم عن العالم تماماً يسمع مزيكة موتسرت يقرأ عنه يشوف أي حاجة عن حياته وبالنص كده هو قال أن بعد ست شهور هتلاقي نفسك ممسوس بروح موتسرت حتى أنا استخدمت ده في الكتاب وقلت له يعني أنا بقالي عشرين سنة ما وريش غير ألباتشينو أنت ست شهور عشان تعمل موتسرت أنا محتاج عشرين سنة عشان أعمل ألباتشينو أو أتكلم عن ألباتشينو أو أفهم روح وشخصية ألباتشينو وبناء عليه ابتديت أفكر في مشروع الكتاب خد منك وقت قدقيت تفكير خد منك قدقيت تنفيذ وقت كمان لأنه تنفيذ أكيد خد منك وقت طويل لا معقول؟ لا خالص نهائي ولا التفكير يعني أنا قريت مذكرات ألفريد هيتشكوك أعتقد السنة اللي فاتت هي صدرة عن الهيئة العامة لأصول الثقافة ابتديت أفكر في إمكانية أن يتعمل الكتاب بس ما كنتش متحمس قوي يعني لغاية ما يعني صاحب الفضل بأمانة الناشر حسين عثمان اتقابلنا في حفلة كان الموسيقى ريحية خليل في الأوبرا وبعدين وإحنا بنتكلم في الاستراحة قلت له أنا بفكر أعمل كذا الكلام ده كان في فبراير 23 فبراير اللي فات من فبراير من يوم ما اتفقنا أنا تفرغت تماما ما بعملش أي حاجة في الحياة غير أن أنا بدور على صور على معلومات على داتا على حوارات عربي إنجليش بأي لغة أيا كانت وبشتغل على الكتاب وكانت فكرة المسج ما بين السيرة الشخصية ليا والسيرة الشخصية الألبتشينو والحوارات والتجميع جاية من في التراث الأدب العربي أصلا سيرة عيسى بن هشام وغيرها في مجموعة من الاستدعاء شخصية من التاريخ أو من الجغرافيا البعيدة لاستحضرها للحوار معاه وأنا لقيت نفسي مستريح تماما لهذه الصيغة يعني تقريبا العمل على الكتاب استغرق حوالي 3 شهور أو 4 شهور إنما طبعا يعني الشحن بألبتشينو مستمر من زمان بقى من السبعينات أو من الثمانينات فشغل طول الوقت الشحن بشخصية ألبتشينو وبأفلامه يعني أنا شخصيا أنا اتفرجت على كل أفلام ألبتشينو حتى المتاح يعني أنا ما روحتش بروتواي فما ما شفتش مسرح لكن المتاح منها شفته وتفرجت عليه وتأثرت به ده غير إن أنا أنا عندي علاقة شخصية خاصة جدا مع فيلم عتر امرأة سينتا فور مومن سينتا فور مومن طبعا طبعا اشتركوا في القناة